المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة وتنتشر كميات من الغيوم لماذا ستستمر هذه الأجواء؟ التفاصيل بعد الفاصل المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة وهطرت بعض زخات الأمطار المحلية في بعض المناطق لكن الشيء المميز كان الرياح الشرقية التي هبت على المملكة كانت أشد في المناطق الشفاغورية وأيضا منطقة الأغوار والبحر الميت سؤال أقمص طناعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة منها المتوسطة والعالية للارتفاع هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية عملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات الأمطار المحلية والعشوائية تتطابع في عموم مناطق المملكة بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية نشطة السرعة كانت قوية خاصة في منطقات في المناطق الشفاغورية وأيضا منطقة البحر الميت ومناطق الأغوار لكن اعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله تتراجع تأثيرات هذا منخفض البحر الأحمر ويميل التقص الاستقرار تدريجيا في عموم المناطق مع استمرار درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل معدلاتين مثل هذا الوقت العام كما تستمر الرياح الشرقية بالهبوب في عموم مناطق المملكة توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تبقى تتعرض العاصمة لرياح شرقية نشطة السرعة تعمل على إثارة بعض الأترباء والغبار 13 درجة مئوية متوقعة كحرارة مقاسة المحسوسة 12 الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاثين القادمة يوم الاثنين 21 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 12 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا يوم الثلاثات قصصافي مع انخفاض على درجات الحرارة تسجل 20 درجة مئوية كحرارة عظمى الصغرى 13 ويوم الأربعاء ترتفع قليلا مع أجواء غائمة جزئيا مع 22 إلى 13 درجة مئوية توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الثنين نبدأ من منطقة الشمالية المفرق 24 إلى 11 إربد 24 إلى 12 جرش 24 إلى 13 وعجلون 22 إلى 12 مع انتشار لكمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة المنطقة الوسطى الزرقاء 24 إلى 13 البلقاء 21 إلى 14 عمان 21 إلى 12 مادبة 23 إلى 12 والبحرمية 29 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 20 إلى 12 الطفيلة 19 إلى 12 الشوبكة 18 إلى 11 معان 22 إلى 13 والعقبة تفرق لبعض الغيوم 28 إلى 18 درجة مئوية أخيراً المنطقة الشرقية الأزرق 25 إلى 10 الصفاوي 24 إلى 9 درجة مئوية فقط ورويشة 23 إلى 10 درجة مئوية إلى أنتنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة